تحاول تهران التقليل من تدعيات الانسحاب الأمريكي المحتمل من الاتفاق النووي تروج الحكومة الإيرانية أنها لن تعاني من شح الطاقة مثل ما عانت في السابق في حال إعادة فرض العقوبات الأمريكية ترح تضحده تقارير مستندة للمعطيات على الأرض فوفقا لصحيفة فينانشل تائمز فإن العكس هو ما سيحدث وأن قطاع الطاقة سيسقط بالضربة القاضية في حال نفذ ترامب تهديده زادت تهران من إنتاج النفط منذ تخفيف العقوبات بمقدار مليون برميل نفط لتصل إلى حوالي ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف برميل في اليوم وهو أمر قد يتوقف حال إعادة فرض العقوبات الأمريكية التأثير على قطاع الطاقة الإيراني سيطال الصفقة التي وقعتها شركة توتال الفرنسية لتطوير حقل غاز ضخم جنوب باريس بقيمة خمسة مليارات دولار وباعتراف الحكومة الإيرانية فإنه لن يكون هناك مستقبل لقطاع الطاقة لديها دون تطوير هذا الحقل كذلك يتوقع أن تتوقف عدة صفقات تجارية أبرمتها الحكومة الإيرانية مثل الصفقتين التي وقعتهما مع شركتين بوينغ بقيمة ثمانية مليارات دولار ومنافستها إيرباس بقيمة عشرة مليارات دولار لتحديث أسطول إيران المتهالك من طائرات صفقات قد يعصف بها ترامب إذا أعاد فرض العقوبات لأن إيرباس تستخدم أجزاء وقطع غيار أمريكية الصنع كما أن العديد من الشركات الأجنبية الكبرى تتخوف من إقامة علاقات تجارية مع إيران بسبب إمكانية عودة العقوبات حيث قرر عدد منها عدم خوض مغامرة الاستثمار بالفعل معنا من الرياض الأمين العام المساعد لشؤون السياسية في مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز لعويشق مساء الخير الدكتور لعويشق التعديلات الفرنسية المقترحة بشأن الاتفاق النووي الإيراني هل من شأنها أن تكبح جماح إيران النووية والتوسعية من وجهة نظركم اقتراحات أعتقد أنها جيدة وإيجابية ولكن قد لا تكفي لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي لأن هذا هو الهدف المعلن أو الهدف الحقيقي للاتفاق كان هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي هناك عدة إشكالات في الاتفاق مثل ما تعرفين أستاذ فضيل أولا ما يسمى بالصنست أو أن الاتفاق لفترة زمنية محددة بعدها يسمح لإيران بممارسة أنشطتها التي قد تؤدي إلى الحصول على سلاح نووي والنقطة الثانية هي موضوع التفتيش والتأكد من أن إيران ليس لديها برنامج سري وأن لم تتجاوز الحدود التي يتضمنها الاتفاق وهذه في الوقت الحاضر غير كافية مع الجهود التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك إشكال آخر أن عدم ربط الاتفاقية وهذا أعتقد الفرنسيين يحاولون أن يسعى إليه عدم ربطها بتصرفات إيران في المنطقة مثل ما تعرفين الاتفاق أدى إلى تدفق كثير من الأموال إلى إيران ليس هناك ما يضمن بأن هذه الأموال ستستخدم لرفاه المواطن الإيراني وقد تستخدم لأعمال الإرهاب وغيرها وقد لاحظنا منذ التوقيع على الاتفاق النووي إن إيران زادت في الواقع من نشاطها في دعم الإرهاب وزادت من تدخلها في الدول المنطقة وزادت على وجه الخصوص من فعالية برنامج الصواريخ الباليستية وهذه الجميع هذه القضايا كانت أثيرت مع الجانب الأمريكي من قبل دول مجلس التعاون منفردة ومجتمعة قبل التوقيع على الاتفاق وبعد التوقيع على الاتفاق فلهذا نعتقد أن السياسة الأمريكية التي تهدف إلى تحصين أي اتفاق نووي مع إيران من هذه العيوب من هذه الخلايا من هذه الأخطاء إنه ضروري وندعمه كل الدعم والمجلس التعاون في القمة الأخيرة في الكويت صرح بذلك بأنه يدعم التوجه الأمريكي لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي بأي طريقة كان أيضا من النقاط الثلاث وهي طبعا وقفة دخلات إيرانية في شؤون المنطقة موضوع يعني عريض جدا وفي العديد من التفاصيل دكتور ما هي الآلية التي تقترم حونها في مجلس التعاون الخليجي على الغرب والدول الغربية وفرنسا بالتحديد وهي من المدافعين عن الاتفاق مبدئيا من أجل وقف هذا التدخل المستمر لإيران في شؤون المنطقة سؤال مهم يعني أحيانا يقال أن إيران لها الحق في التدخل السياسي أو الديني وهذا لا غبارة عليه الميثاق الأمم المتحدة يحدد بالضبط ما هي واجبات الدولة فيما يتعلق تجاه جيرانا حسن الجوار عدم التدخل في شؤونهم الداخلية عدم استخدام القوة لفضل النزاعات هذه هي في الواقع معايير موجودة وبسهولة ممكن التأكد منها بمعنى أن البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت استطاعت خلال الفترة الماضية على الحصول على أدلة تدل على تدخل إيران بتدريب الإرهابيين بتهريب السلاح التقرير الأخير للفريق المتخصص التابع لمجلس الأمن أثبت بأن كثير من الأجزاء للصواريخ الباليستية التي أطلقت على المملكة العربية السعودية جاءت من إيران فالمقصود بالتدخل هو هذا التدخل التدخل عن طريق القوة عن طريق استخدام السلاح والمتفجرات والصواريخ الباليستية وأيضا استخدام الفروق الطائفية استخدام تأجيج الفروق الطائفية وهذا نجد في الدول العربية هذا أيضا لا يتفق مع حسن الجوار الذي ينص عليه ميتارك الأمم المتحدة فالأمور واضحة إذا رغبنا في وضع معايير لتصرف إيران فهذه واضحة وبالمناسبة هي كتبت في خطاب أرسل من مجلس التعاون عن طريق أمير دولة الكويت إلى إيران فإيران تعرف بالضبط ما هو المطلوب منها أرجو أن تبقى معنا دكتور عبد العزيز العويشق سنعود إليك في سياق هذه الساعة الإخبارية ندعوك أيضا لمتابعة هذا المسعى الإيراني الذي يكشف عن زعزعة سقرار المغرب عبر ميليشيات حزب الله عن جانب آخر من سياسات إيران في التدخل الخارجي وذلك عبر استخدام طهران أذرعا تدين لها بالولاء التام كاشفة عن وجهها ومجاهرة بل ومفاخرة بصنيعها تتحدث إيران عن تدخلها وبسط سيطرتها على دول في المنطقة لكن التدخل المباشر للحرس الثوري الإيراني عبر ذراعه المكلف بالمهمات الخارجية فيلق القدس لا يناسب حسابات طهران دائما لذلك لا تدخر جهدا في صناعة ميليشيات تأتمن بأوامرها في تنفيذ مشروع الولي الفقيه الطائفي ولعل ميليشيات حزب الله اللبنانية النموذج الأبرز لأذرع إيران الضاربة في الخارج فعبر هذه الميليشيات تمكنت إيران من صناعة أزمات الشرق الأوسط وبصماتها الإرهابية التي تحمل توقيعا إيرانيا موجودة في أكثر من مكان واليوم يكشف المغرب تورط إيران عبر أداتها ميليشيات حزب الله نفسها في تحالف مع البوليساريو لزعزعة استقرار المملكة ومصالحها العليا بيد أن قراءة أخرى في المشهد تحيل إلى الوقوف عند تنوع المآرب الإيرانية في الخارج فإذا كانت وراء توغل طهران في دول بالمنطقة أهداف طائفية فإن النزعة التوسعية أخذتها إلى دول أخرى أبعد فسعيا منها لكسب مساحات نفوذ جديدة جعلت طهران القارة الإفريقية ضمن أولويات سياساتها الخارجية ومدت جسرها المتشعب المسارات حتى العمق الأفريقي فمنذ تسعينيات القرن الماضي انطلقت المطامع الإيرانية في القارة السمراء وتمددت في دول أفريقية عدة مثل السودان وجنوب إفريقيا وكينيا وتنزانيا وزمبابوي وأغندا ونيجيريا والنيجر والكاميرون والسنغال وجزر القمر والصومال وجيبوتي وغانا وسعى التهران لجعل نيجيريا تحديدا منطلقا لنفوذها في الغرب الإفريقي مروجة للفكر الطائفي هناك لأغراض توسعية نعود مرة أخرى إليك دكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد لشؤون السياسية في مجلس التعاون الخليجي تبعت معنا هذا التقرير الذي يتحدث عن أذرع إيران التي وصلت إلى العمق الأفريقي دعني أتحدث معك بصراحة دكتور العويشق يعني لو كان فعلا الغرب يريد كبح هذه النزعة التوسعية لإيران في المنطقة هل كان الأمر يصل إلى هذا الحد؟ يعني الأمر كان يحدث أمام مرأة ومس مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة أنا أعتقد أن الولايات المتحدة على وجه الخصوص جادة الآن في تعقب محاولات إيران لدعم الإرهاب وتدريب الإرهابيين وحزب الله مثل ما أشرته حزب الله يقوم بهذا الدور سواء في تدريب الإرهابيين الذين يعملون في دول مجلس التعاون في المملكة العربية السعودية أو في البحرين أو الكويت أو في السورية وغيرها والآن يقوم كشف عن دوره في المغرب لم نفاجأ في الواقع بما حدث في المغرب لأن على التواصل مع المغرب منذ عام 2012 بهذا الخصوص المغرب يحظى بشراكة استراتيجية خاصة مع مجلس التعاون وقد أفادنا المسؤولون في المغرب عدة مرات خلال زيارات في المغرب وأيضا خلال زياراتهم لهذه المنطقة إلى توجسهم من التدخلات الإيرانية لبث الفتنة الطائفية سواء في المغرب أو في دول غرب أفريقيا السنقال موريتانيا وغيرها فالآن الشيء الجديد هو الكشف عن تدريب حزب الله لميليشيات البوريساريو وأعتقد هذا تطور خطير جدا لنتعدى لاستخدام الأموال وتدريب الإرهابيين في لبنان إلى أيضا تدريب هذه الميليشيات في المغرب المغرب مثل دول مجلس التعاون عانى من هذه التدخلات الإيرانية لكن موقف الغربي أنا أتفق معك في ناحية وقد لا أتفق من ناحية أخرى لم يعطي تدخلات إيران الاهتمام الكافي هذا صحيح لكن القول بأنه ليس مهتما بها على الإطلاق أيضا يمكن قد يكون غير دقيق لأن المحاكم الأمريكية على وجه الخصوص تتعقب ممثلي وممولي حزب الله في الولايات المتحدة هناك عدد لبس به منهم في السجون الأمريكية كذلك الدول الأوروبية تقامت أيضا بتتبع طيب لو سمحت هنا الدكتور بالعويشخ لو سمحت بالمقاطعة فقط يعني إذا تحدثنا عن الدول العربية ما الذي أغفلته هذه الدول العربية من اعتبارات حتى وجدت أذرع إيران لها مكان في بعض الدول العربية أعتقد جميع الدول العربية بدون استثناء تعي بالدور الإيراني لكن الإشكال هو في طريقة التعامل معها كان بعض الدول العربية تعتقد وكذلك الدول الأوروبية تعتقد أنها بالحوار مع إيران تستطيع أنها تثني إيران عن هذه التصرفات وفي مجلس التعاون نحن كنا نعتقد هذا أيضا ودخلنا في حوار مع إيران حتى عندما كانت مقاطعة من قبل الولايات المتحدة ومن قبل أوروبا مع الأسف هذا الحوار لم ينجح أنا شخصيا وعدد من الزملاء والأمين العام كلنا ذهبنا إلى إيران ودخلنا في حوارات مع الإيرانيين في الماضي لكنها لم تنجح فأعتقد أن ما زالت بعض الدول العربية وعدد كبير من الدول الأوروبية على الرغم من وعيها بالتصرفات إيران تعتقد أن من خلال الحوار من خلال اتفاق النووي من خلال إدماج إيران في الاقتصاد العالمي أن إيران ستتوقف عن هذه الأنشطة وأعتقد نحن نعتقد الآن في مجلس التعاون وأعتقد قريبا جميع الدول ستنتهي إلى نفس النتيجة لأن مع النظام الإيراني يجب أن يكون هناك حزم وأن الحوار قد لا يجدي بدون ما تكون هناك أسس ثابتة وقوية له شكرا جزيلا لك دكتور عبد العزيز الأمين العام المساعد شؤون السياسية في مجلس التعاون الخليجي شكرا شكرا